بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم وأعلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة الزميلية الأستاذ عبدالسلام المغينين بمشيئة الله سنستكمل معكم دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الإبتدائي واليوم يا مبدعين يا مبدعات درسنا هو الأشكال ثلاثية الأبعاد بإذن الله سننطلق في هذه الحصة وسنكمل هذا الدرس كذلك في الحصة القادمة إذن هذا الدرس سنقسمه بمشيئة الله على حصتين تبدأ معنا الآن إلى الحصة القادمة بمشيئة الله اليوم سننطلق بالمفهوم وكذلك الأمثلة وبعض التدريبات ومن ثم نستكمل بقية التدريبات في الحصة القادمة كنوا معنا يا مبدعين جاهزين؟ أسعدكم الله إذن ننطلق يا مبدعين لدينا فكرة هذا الدرس أتعرف على صفات الأشكال الثلاثية الأبعاد إذن هذه هي فكرة درسنا أتعرف صفات الأشكال الثلاثية الأبعاد لدينا مجموعة من المفردات بارك الله فيكم في هذا الدرس لدينا الشكل الثلاثي الأبعاد متعدد أسطوح المنشور القاعدة الوجه الحرف الرأس وكذلك المنشور الرباعي المنشور الثلاثي الإصطوانة المخروط الهرم إذن هذه المفردات جميعها موجودة في درس اليوم بمشيئة الله سنتعرف عليها بإذن الله لدينا هذا الاستعداد ننطلق منه بارك الله فيكم إلى درسنا يعد برج المياه من معالم مدينة الرياض هذا هو برج المياه بارك الله فيكم وهو مخروطي الشكل يرتفع فوق شكل إصطواني زاده جمالا إذن بارك الله فيكم نرى أن هذا الشكل هنا هو شكل مخروطي يرتفع فوق ماذا؟ فوق شكل إصطواني هذا يمثل بارك الله فيكم شكل إصطواني إذن بارك الله فيكم تلاحظون من هذا الاستعداد أنه لدينا هنا أعطانا مجسمين بارك الله فيكم ثلاثية الأبعاد أو أشار إليها اللي هو المخروط وكذلك الإصطوانة بارك الله فيكم إذن دعونا يا مبدعين ننطلق ومن ثم نتعرف على مصطلحات أو مفردات هذا الدرس وكذلك ننطلق إلى الأمثلة ونتعلم بإذن الله الشكل الثنائي الأبعاد هو شكل مستوي له طول وعرض الشكل الثنائي الأبعاد هو شكل مستوي له طول وعرض من يقول لي مثل إيش؟ بارك الله فيكم يا مبدعين الشكل المستوي أو شكل الثنائي الأبعاد بأنه هو شكل مستوي له بعدان هما طول وعرض مثل المستطيل مثل المربع صح؟ أو لا يا أبطال تعرفنا عليها طيب بارك الله فيكم يقول لك أما الشكل الثلاثي الأبعاد أما الشكل الثلاثي الأبعاد فله طول وعرض وارتفاع إذن كم له بعد؟ له ثلاثة أبعاد طول وعرض وارتفاع يا مبدعين طيب والشكل الثلاثي الأبعاد الذي تشكل وجوه ومضلعات يسمى متعدد السطوح إذن يسمى ماذا؟ يسمى متعدد السطوح بارك الله فيكم طيب يقول لك فالمنشور هنا بارك الله فيكم تبعوا معي فالمنشور شكل متعدد السطوح فيه وجهان متوازيان متطابقان يسميان قاعدتي المنشور يسميان قاعدتي المنشور طيب يا مبدعين أبواكم تنتبهون عندي يا بارك الله فيكم ونركز على هذا المفهوم خطوة خطوة النقطة الأولى وضح لنا بارك الله فيكم أن الشكل الثلاثي لأبعاد هو شكل متعدد الأوجه هو شكل متعدد الأوجه الآن لدينا هنا ماذا؟ هيا مبدعين منشور رباعي إذن له عدة أوجه نلاحظ بارك الله فيكم صح أو لا؟ وكذلك له أحرف وكذلك له رؤوس يا مبدعين كل هذه نتذكرها صح أو لا؟ يا مبدعين بارك الله فيكم ولكن هنا نبغى نؤكد على أن المنشور المنشور ماذا؟ يقول يوجد به ها يا أبطال لاحظوا مكتوب يوجد به وجهان متوازيان متطابقان يسميان قاعدتي المنشور إذن في هذا الشكل الذي أمامنا منشور رباعي لدينا قاعدة بارك الله فيكم في الأسفل وقاعدة في الأعلى هاتان القاعدتان متوازيتان ومتطابقتان صح أو لا يا أبطال؟ هنا هذه القاعدة تمثل ماذا؟ مربع والقاعدة بالأسفل كذلك تمثل مربع هذان المربعان ماذا؟ متطابقان ومتوازيان صح أو لا يا أبطال؟ وهما يمثلان وجهين من أوجه هذا الجسم الثلاثي الأبعاد كذلك يا أبطال نأخذ شكل آخر أو منشور آخر لدينا منشور رباعي آخر يا مبدعين كذلك أين قاعدته بارك الله فيك؟ هذه قاعدته بالأعلى وهذه قاعدته التي بالأسفل هاتان القاعدتان متوازيتان ومتطابقتان يا مبدعين كذلك لدينا هذا الشكل الثلاثي الأبعاد بارك الله فيكم هو عبارة عن استوانة طيب هذه الاستوانة لها قاعدتين بارك الله فيكم بالأعلى وبالأسفل هاتان القاعدتان متوازيتان ومتطابقتان بارك الله فيكم واضح يا مبدعين أسعدكم الله أبنائي وبناتي الآن ننطلق وإياكم حتى نتعرف على مجموعة من الأشكال الثلاثية الأبعاد كذلك نتعرف على بعض خصائصها يا مبدعين الآن لدينا في هذا المفهوم الأساسي الشكل الموجود أمامنا هنا منشور رباعي يا مبدعين المنشور الرباعي هذا مثال عليه منشور رباعي هذا مثال عليه طيب من خصائصه يقول منشور له ستة أوجه مستطيلة بما فيها القاعدتين إذن المنشور الرباعي له ستة أوجه مستطيلة بما فيها القاعدتين طيب يا مبدعين الشكل التالي منشور ثلاثي هيا يا مبدعين منشور قاعدتاه مثلثتا الشكل قاعدتاه مثلثتا الشكل نلاحظ أنه هنا في الأعلى مثلث و كذلك هنا بالأسفل كذلك مثلث يا مبدعين إذن القاعدتين هنا عبارة عن مثلثين متطابقين و متوازيين صح أو لا؟ الآن يا مبدعين بارك الله فيكم لدينا الشكل التالي هو استوانة و هذا مثال عليها يا مبدعين الاستوانة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجسم فيه قاعدتان دائريتان متوازيتان و متطابقتان كما ذكرنا بارك الله فيكم هنا قاعدتان دائريتان متوازيتان و متطابقتان و سطح منحن يصل بين القاعدتين سطح منحن يصل بين القاعدتين نلاحظ هنا يا مبدعين هذه هي الاستوانة بارك الله فيكم لها دائرة القاعدتين عبارة عن دائرتين متوازيتين متطابقتين وكذلك هنا سطح منحني يصل بارك الله فيكم يصل بين ماذا؟ بين القاعدة العلوية والقاعدة السفلية بارك الله فيكم إذن أسعدكم الله الآن تعرفنا على ثلاثة أشكال من الأشكال الثلاثية الأبعاد نكمل بارك الله فيكم لدينا هنا الشكل التالي هو مخروط المخروط هنا هذا مثال على المخروط بارك الله فيكم مجسم فيه قاعدة دائرية الشكل هل قلنا قاعدتين؟ لا قاعدة واحدة بارك الله فيكم دائرية الشكل وسطح منحن من القاعدة إلى الرأس وسطح منحن من القاعدة القاعدة بالأسفل بارك الله فيكم إلى الرأس هنا في أعلى هذا المخروط واضح يا أبطال؟ لابد أن نميز الأشكال الثلاثية الأبعاد من خلال ماذا؟ من خلال خصائص يا بارك الله فيكم طيب يا مبدئين الهرم هنا بارك الله فيكم وهذا مثال عليه مجسم له قاعدة واحدة مجسم له قاعدة واحدة يمكن أن يكون شكلها مثلثا أو مربعا أو خماسيا أو سداسيا أو أكثر من ذلك بارك الله فيكم وأوجهه الجانبية عبارة عن مثلثات إذن بارك الله فيكم لدينا القاعدة تكون بالأسفل القاعدة ممكن أن تكون عبارة عن مثلث أو مربع أو خماسي أو سداسي أو أكثر من ذلك بعد ذلك من الخصائص أن أوجهه الجانبية يا مبدئين هي عبارة عن مثلثات هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مثلثات طيب يا أبطال هل نستطيع أن نفرق من خلال الخصائص بين المخروط والهرم؟ نعم أسعدكم الله كليهما لديها قاعدة واحدة صح ولا لا؟ ولكن في المخروط قاعدة دائرية بينما في الهرم قد تكون القاعدة مثلث أو مربع بارك الله فيكم أو شكل خماسي أو سداسي أو أكثر من ذلك لكن هل يمكن أن تكون دائرة؟ لا بارك الله فيكم لو أصبح الدائرة أصبح مخروط صح ولا لا يا مبدئين؟ بارك الله فيكم طيب يا مبدئين سؤالي لكم و أبغاكم تفكروا فيه المخروط و الإسطوانة ما الفرق بينها؟ هيا مبدئين من خلال الخصائص التي الآن استعرضناها الإسطوانة لها قاعدتين دائريتين متوازيتين و متطابقتين بينما المخروط له قاعدة دائرية واحدة صح ولا لا يا مبدئين؟ أسعدكم الله إذن راح نتعرف على هذه الأشكال من خلال خصائصها نستطيع أن نفرق بينها من خلال ماذا؟ خصائصها أسعدكم الله ابناء بناتي الآن اسمحوا لي ننطلق إلى الأمثلة يا مبدئين لدينا هذا المثال صف أجزاء الشكل المجاور من حيث التوازي و التطابق ثم بيّن نوعه لدينا أسعدكم الله هذا الشكل ما رأيكم؟ إذن لو نبغى يا مبدئين نتعرف عليه لا بد أني أصف هذا الشكل من حيث التوازي و التطابق ها يا مبدئين من يقول لي هل فيه هنا في هذا الشكل أوجه متوازية متطابقة؟ ها يا مبدئين نعم القاعدتين عبارة عن مثلثين في الأعلى و الأسفل متطابقين و متوازيين كذلك يا مبدئين ها كل حرفين ها يا مبدئين متقابلين متوازيين صح ولا لا؟ و كذلك نستطيع أن نخرج أكثر من شيء بالنسبة للتوازي و التطابق نستعرضها مع بعض؟ يلا يا أبطال الآن الأوجه لهذا الشكل كم وجه؟ خمسة أوجه تبعوا معي يا مبدئين له خمسة أوجه القاعدتان مثلثتان الشكل متوازيتان و متطابقتين إذن بارك الله فيكم أول وجهين من هذه الأوجه الخمسة اللي هي القاعدتين القاعدة العلوية عبارة عن مثلث و السفلية كذلك عبارة عن مثلث هذان المثلثان متوازيان و متطابقان أسعدكم الله كذلك له ثلاثة أوجه مستطيلة متطابقة له ثلاثة أوجه مستطيلة و متطابقة إذن هذا الوجه عبارة عن مستطيل وهذا الوجه عبارة عن مستطيل هذان الوجهان متطابقان و كذلك الوجه الذي في الخلف بارك الله فيكم يتطابق معها لكن هل هي متوازية هذه الثلاثة أوجه؟ لا أسعدكم الله انتبهوا معي مبدعين طيب ننطلق كذلك الأحرف لدينا هنا لهذا الشكل تسعة أحرف لدينا في هذا الشكل تسعة أحرف والأحرف التي تشكل الأوجه الرأسية متوازية و متطابقة يا مبدعين أي أحرف؟ هذه الأحرف الرأسية هذا الحرف و هذا الحرف و هذا الحرف يا مبدعين ماذا نستطيع أن نقول عنها؟ أنها متطابقة و متوازية بارك الله فيكم طيب يا مبدعين الآن تعرفنا على هذه الأوجه والأحرف إذن نستطيع كذلك الرؤوس ماذا نقول عنها؟ لهذا الشكل ستة رؤوس إذن هذا الشكل ماذا نسميه؟ هاي مبدعين منشور ثلاثي منشور ثلاثي أسعدكم الله إذن مثل ما تلاحظون في هذا المثال حاولنا أن نتعرف عليه من خلاق خصائصه من حيث التوازي و التطابق و استطعنا أن نحدد نوعه أنه منشور ثلاثي طيب لدينا هنا كذلك مثال من مواقع الحياة بارك الله فيكم خصائص المجسمات رياضة صف أجزاء علبة كرات التنس المبينة في الشكل المجاور ثم بيّن نوع شكل العلبة ما رأيكم يا أبطال؟ هذا الشكل نريد أن نحدد بارك الله فيكم بعض خصائصه هاي مبدعين نلاحظ أن علبة هذه كرات التنس أن في الأعلى غطى دائري صح ولا لا و كذلك في الأسفل عبارة عن دائرة إذن نستطيع أن نقول أن هاتان الدائرتان متوازيتان و متطابقتان صح ولا لا يا مبدعين أسعدكم الله طيب هذا الشكل هل نستطيع أن نميزه و نبين نوعه؟ استوانه بارك الله فيكم أسعدكم الله إذن الأوجه القاعدتان الدائريتان متطابقتان و متوازيتان كذلك الأحرف ليس للعلبة أحرف لا يوجد أحرف يا مبدعين إذن العلبة على شكل استوانها أسعدكم الله سهل أو الله صعب لاحظتم من بعض الخصائص التي تعلمناها في المفؤوم الأساسي نستطيع أن نحدد نوع الشكل بشكل سهل بارك الله فيكم يا مبدعين الآن اسمحوا لي نمسح و ننتقل إلى التدريبات جاهزين؟ يلا السؤال الأول صف أجزاء الشكل المجاور من حيث التوازي و التطابق ثم بيّن نوعه هل تستطيعون يا مبدعين؟ تفضلوا بأعطيكم برها بسيطة من الزمن هيا مبدعين وصلتوا للإجابة بارك الله فيكم أسعدكم الله إذن القاعدتين هنا بارك الله فيكم و ماذا نقول عنها؟ القاعدتين دائريتان و متوازيتان و متطابقتان إذن لدينا هنا قاعدتين دائريتان متوازيتان و متطابقتين طيب هل نستطيعون نحدد نوعه من هذه الخاصية اللي ذكرناها؟ نعم هذا الشكل هو استوانة هذا الشكل استوانة أو يمثل استوانة يا أبناء و بناتي سألوا الله صعب بارك الله فيكم أسعدكم الله الآن يا مبدعين أنتقل و إياكم إلى السؤال التالي سؤال الثاني صف أجزاء قفص الطيور المجاور من حيث التعامد و التطابق ثم بيّن نوع الشكل للقفص ما رأيكم يا أبطال؟ ماذا تلاحظون في هذا القفص؟ نريد أن نذكر بعض الأشياء التي تميزها من حيث التعامد و التطابق هيا أبطال فكروا فيها تستطيعوا أن تصلوا لها بإذن الله نلاحظ يا أبطال أن كل وجه من هذه الأوجه أليس متعامد مع بقية الأوجه؟ هيا أبطال يكون متعامد مع الوجه اللي على اليمين و كذلك على الوجه اللي يسار و الذي في الأعلى و الذي في الأسفل إذن كل وجه من هذه الأوجه بارك الله فيكم متعامد بارك الله فيكم مع بقية الأوجه المتصلة معه بارك الله فيكم و كذلك نستطيع أن نقول بارك الله فيكم لو وعدنا كل وجه متعامد مع الأوجه الأربعة المجاورة له والوجه والأحرف المتقابلة متطابقة والوجه والأحرف المتقابلة متطابقة لذلك نسمي هذا الشكل منشور رباعي منشور رباعي أسعدكم الله سهلة أسعدكم الله ابنائي وبناتي السؤال الأخير معنا في هذه الحصة بقية الأسئلة بإذن الله راح نستعرضها في الحصة القادمة معكم ونكمل حلها هنا سؤال عبارة عن مهارة رياضية نريدك أن تتحدث تتحدث بما فهمت بارك الله فيكم ما الفرق بين الإسطوانة والمنشور الرباعي هل تستطيع أن تحدد الفرق بين الإسطوانة والمنشور الرباعي حاول حاول أنك تصفها بارك الله فيكم الإسطوانة وكذلك تصف المشور الرباعي بما تعلمناه في المفهوم الأساس من خلال خصائص ومن ثم تذكر الفرق هل تستطيعون يا مبدعين؟ أبعطيكم أحد الإجابات الممكنة وأنا أبغاكم بعد ذلك تحاول أنك تصف هذا السؤال وتتحدث به أمام والدك والدتك أمام أحد أقربائك وتحاول أنك تجيب وتبلغه وتذكر أمامه الفرق بين الإسطوانة والمنشور الرباعي نرى هذه أحد الإجابات الممكنة مع وجود إجابات أخرى بارك الله فيكم قاعدة الإسطوانة دائرة قاعدة الإسطوانة دائرة بينما قاعدة المنشور الرباعي على شكل رباعي بارك الله فيكم لا يوجد للإسطوانة أحرف بينما يوجد في المنشور الرباعي أحرف كذلك لا يوجد رؤوس في الإسطوانة بينما يوجد ماذا؟ يوجد تمانية رؤوس في المنشور الرباعي وكذلك للإسطوانة وجه جانبي واحد منحني بينما بارك الله فيكم المنشور الرباعي فله أربعة أوجه جانبية كل منها رباعي ولا يوجد بها أي وجه منحني بارك الله فيكم واضحة ولا صعبة سهلة بإذن الله أنت المطلوب عليك أنك تصف الإستوانة وتصف المنشور الرباعي وتشوف ماذا اتفقت وماذا اختلفت فيه بارك الله فيكم حتى تستطيع أن تفرق وتتحدث بها إذن أبنائي وبناتي أراكم بإذن الله في الحصة القادمة على خير لنستكمل حل بقية التدريبات كان معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ورافقني في لغة الإشارة الزميلية الأستاذ عبد السلام المغنيم نتمنى لكم التوفيق والنجاح بإمان الله